العباس كل صفاته مفردات اخلاقية احنا يوم اللي نسمع شين يهتز بس هو ما كان يهتز يعني سلام الله عليه راح للمشرع وحده كان تعبان عطشان وعلى فكرة اهل البيت في كربلا ايضا كانوا جوعانينها بس الجوع ما يجيبوا لان الجوع شوية في جانب تنقيص وإلا لا طعام كان عدم ولا مي مو انه فقط مي ما كان عدم ومن الصبح الى تلك الفترة الى ما بعد الظهر مقاتل عطشان اولا ذهب لكي يجلب الماء للاطفال مساعدة الاطفال الان دافع عن نفسك لا يدافع عن الاطفال واستطاع مثل سكينة اخذها على قطعة من الزبدة شنون تقطعها الشكل دخل ابن امير المؤمنين الى المشرعة وهل اربعة الاف شردو يمين وشمال الى ان دخل داخل المشرعة وكان طبعا عطشان مدئيدة الى ان احس ببرده يعني احس ببرد المي الانسان ده هواي عطشان اولا نتخيل المي بعدين يحس ببرده اصلا يشم رائحة للمي احس ببرده تذكر عطش الحسين لو شارب احد كان عاتبة لا لا صديق ولا عدو ابد عطشان وشرب ما يوصل للمي شرب وعند عذر ممتاز انه يتقوب يعني الاعداء اصلا اذا شرب منه كان يوصل الخبر انه العباس شرب المي خليه شرب لو زينب سمعت ان العباس شرب المي عاتبة له الامام الحسيني عاتبة له لكن يا نفسه من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا الحسين شارب المنوني وتشربين بارد المعيني والله ما هذا فعال الدين هذا الدين دين الاخلاق هذا الدين دين المواسات يعني انت هنا نقاعد وفي النعمة عندك اقرباء احبة فقراء مساكين في بلد بعيد عنك جوعانين متى كل انهم جوعانين تسويها قلنا شعلي بي وخلي اكل شوف الامام حاكم يقول ولو شئته له تديت الطريقة الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ولكن هيهات ان يغلبني هواي ولعل ترى عهد الامام علي مو كله حروب وغزوات عهد الامام علي الوضع في حكومة الامام علي احسن من الوضع في الكويت الان في الكويت الان سووا مقارنة وشوفوا الامام علي يوم اللي حكم جعل كل الناس يأكلون من البر يعني حنطة مو كل الناس كان يحصلون حنطة وجعل كل الناس يشربون الماء الحلو الى الان في بعض مناطق الكويت متحصل الماء الحلو يقول ولعل بالحجاز ما عندك خبار اخاف واحد بالحجاز او اليمامة لا طمع له في قرص او لا عهد له في شلام بس يأكل لقرصين قرص الصباح قرص بالليل وما عنده عشرين الف نوع من الثياب مخليها مصفتها وهو رئيس دولة يغسل البرد ماله وبعده مبلل يلبسه يطلع له صلاة الجماعة جاء الى سيفه قال من يشتري سيفي هذا فوالله لو كان عندي ثمن عشاء ما بعته له عندي عشاء ما بعته في السيف وهو رئيس دولة هذا الحديث المعروف والله شوف هذا الكلام مرة فد واحد يقول له يعمل بي مرة واحد يذكر كلام والله ولو والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعص الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعل تدري هذه معصية ولا لا اذا فد واحد يقتل له نملة بالنسبة لك ممكن مو معصية بس بالنسبة لك علي معصية هو ده يقول معصية انا اعص الله هو عادل مع الحيوانات عادل مع العدو على شنو اسلب فرد نملة جلب شعيرة يقول له يعطوني كل الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها نملة وحدة ما اخذ من عدها قشرت شعيرة جلب شعيرة ما فعل وما فعل قلت هذا مو كلام ده يقول خطاب ده يغطب عمل ده يسوي عمل الخوارج اعداء الخوارج فوتوا عليها الانتصار في معركة صفين مالك الاشتر قال يا امير المؤمنين اصبر علي لحظات انا مخلص وصلت الى هذا القبة المطنبة لانه معاوية كان اخر الجيش مخلي نفسه معاوية اجي قاتل الامام لا الامام كان في وسط جيشه مع جيشه اول من يقاتل لكن معاوية مخلي نفسه اخر شيء الجند كله خلي القتلون نيابة عنه رجل قدام رجل وراء حتى يشريد مالك الاشتر يقول ما بقي شيء ما بقي شيء يا امير المؤمنين لكن الخوارج تذول وقفوا قدام الامام اذا ما ترجع اذا قتلك يا ابو ارجع ارجع ذول الخوارج الامام علي ذي يخطب يخربون علي الخطاب الروايات تقوله هكذا الامام ذي يتكلم قام اليهم احد قال الحكم لله لا لك يا علي الامام سكت تابع خطابه الحكم لله لا لك يا علي فلما اكثروا سووا مظاهرات في وسط مجلس الامام الامام راد عليهم بكلمة كلمة حق يراد بها باطل لا حكم الا لله لكن انتو تقولون لا امرة الا لله لا لازم بالنتيجة الناس يكون عدهم زعيم ملك رئيس فسا بانتخاب بالتعيين اما بدون ان يكون غنم بدون راعي ما يصير انتو تقولون يعني الله عز وجل يتمثل لكم في شخص ويأتي ويقودكم لا حكم لله لا لله يعني احكام لله لكن انتم تقولون لا امرة الا لله هذا مو صحي بير فاجر بالنتيجة يرادون زعيم رئيس دولة زعيم بعدين بيّن لهم حقوقهم وهم اعداء اعداء اللي فيما بعد قتله قال ان لكم علينا ثلاث ان لا نمنعكم مساجد الله وهي مراكز الحكم كانت القضاء في المسجد السلام في المسجد الحرب في المسجد القرارات كلها تتخذ في المساجد لا نمنعكم مساجد الله ونا نمنعكم الفيئة نطيكم رواتبكم نطيكم والامر الثالث لا نبدأكم بقتال اذا انتوا قاتلتم مسألة ثانية نقاتلكم في اباغي يا فرد هذه اخلاق هذه اخلاق الانبياء حتى بالنسبة الى عدوة بكل امام الحسين بناء على بعض الروايات في صبيحتي ومعاشورة بعد كل شيء ما ظاير واذا زينب تشوف دموع الامام الحسين تنحدر على خبته يا ابا عبد الله ليش تبجي يقول ابكي لدخول هؤلاء النار بسببي انا اريد لهم الجنة اريد لهم الجنة واللي يجوا ويا دخلهم الجنة وياه لكن هم يردون النار انا ابكي لانا دول يدخلون النار يبجي عادة انت مع عدوك قلبك مليء غضبا عليه حقدا عليه معبا له الى درجة البكاء هذا الايمان الايمان في القلب لكن يظهر في اليدين يظهر في اللسان يظهر في العين يظهر في الاذن في الرجل في العمل في الموقف مجرد احنا مؤمنين بالله ما يكفي الله يريد اخلاق صالح ويريد الاخلاق مع الجميع خاصة مع من تختلفه معه ويخالفه ويعاديك العباس ليش يعطي ايده حتى ما يطي كفة شوف هاي الايد اما لازم يخليها في ايد يزيد ابن معاوية وما يخلون ليش ما يخلون حقيقة كفرد سؤال كثيرا ما نسأل الامام علي كان يبقي معاوية كم يوم ياخذ البيعة اليه وبعدين يعزله قال والله لا ابقي معاوية يومين اول ما اجعزله وعزل كل ولاة الخليفة الثالث لانهم قضموا ما لله قضم الابل نبثة الربيع ومبدع الامام علي والله لو رأيت انه تزوج به الاماء لرددته الى بيت المال فمن ضاق عليه الحق فمن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق شنو هذا بيت المال سويته فرهود شنو هالفرهود ما ابقي ليش ما ابقه